حالي أنت وعدت جمهور أبو فترة أكدت مراحة تغير هلأ أنا من الأشخاص اللي عجل متصالحين مع حالهم جداً أنا بحس إنه يمكن فيه شغلة بسيطة بالضطط بيت فهو ممكن تزبط بس هذا يعني لا يعني إنه أنا غير مشكلي أو غير ملامحي هلأ بتاع شفتي حالياً في عمليات تجميل عم تصير عم تغير ملامح عم تغيري وش كله فلا أنا يعني ضد هاي القصة والإنسان عجل إذا كانت روحوا حلوي بيكبر بنظرة عينه طفن صاغر ما رح تعمل شي دلع وبتوعد جمهور وانا نحن نفكر أبداً أبداً أسئلة سريعة ومهضومة مع الفنانة دلع نادر خلينا نشوف شو قالت دلع عمدي أسألك هيك شوية أسئلة افتراضية لنشوف شو رح تكون أجوبتاك عنا دلع لو ما كانت ممثلة شو كانت ممكن تكون؟ أبعرف لا هلأ هلأ أنا دعس تربية يمكن أنا لو إني ما قدرت فوت بالوثق الفني وما قدرت أدرس معها فكنت ممكن إني أشتغل بشهادة التربية شوي تربية معلم صف معلم صف أطفال ولا شو بتحبي أنك يكون؟ بصراحة حرم صراحة أبداً أبداً عندك فرصة تختاري نجم عربي تأدي معه قصة حب مين بتختاري؟ نجم عربي هلأ هو أنا أكتاري لي واحد سوري واحد عايب هلأ هو كتير كبيرة لي وس أنا كتير بحبه أصلا باصل خياط عربياً آآآ لا بعرف ما فضل و بالهدف فكري نجم عربي بتحبي تقدمها قصة حبي و السلسل؟ آآآ لا افكر لا أجعب بها قدر بما أنا كتير للاستاذ باصل خياط هلأ منه جديد كان عامل الثمان وكان عايش قصة ما ومدابعتل و السلسل؟ طفعاً أكيل حباتي ريلا أنا أخير بحبه الإستاذ باس الخياط بحبك الأعمال وعن جده عن تابعهم دائما أي عمل فيه الإستاذ باس الخياط لأيين ينددري في الطيطة عبر طيب لو عندك فرصات تمتلكي واحدة من أدوات وشهرة أحد الممثلات مين بتختاري؟ أدوات أو شين يردها؟ أدوات المدام دي مقندلفت وبندي أقول طمعا المدام مكارس بالشام لو فيك تغيري سفا واحدة بشخصيتك شو بتغيري؟ الحجر لو عندك بطاقة دعوة لتحضر يحفر لفنان عربي أو عالمي مين بتختاري؟ بستار تاريب عربي بستار تامر حسنين عانني لا نذيري لو عندك فرصة لتتعلمي على ألم وسيئية بلامح يالبا سايد بيانو كنت تحبيت؟ كنت تحب وكنت تدرب بيانو بس هيك تصير ظروف بالحياة شأتي ما بتعلمي كيف لو عندك فرصة لتغيري واحدة من قوانين الماهد العالي للفنون النساحية شليب غيري؟ انو نشتغل انو نشتغل نحن عاد نترسل معا اه اوكي هذا كان عائق بالنسبة لك؟ ايه هو كان ممنوع انو نحن نشتغل مش همانو تعطل عن دروسنا وعن عن الشغل بالمعهد وصعلا كان دوامه كتير طويل وكتير صعب